مكافأة خاصة لعبين في حالة الفوز على المقصة لتحسين موقف الفريق في المجموعة هم بيسعوا ان هم يكونوا قريبين دايماً مركز التاني على الأهل عشان يكونوا أول أو تاني واسعدوا لأدوار النهائية لتحديد من هو بطل الدوري مؤمن زكريا قال مفيش أي كلام ان انا رايح النادي الأهلي هو متربي في النادي الأهلي شرف لايحد انه يلعب في النادي الأهلي ولكن في النهاية مؤمن زكريا قال مفيش أي حاجة مع امبي تعرفين مؤمن زكريا كان فيه كلام الأول ان هو يروح للنادي الأهلي فقالوا لا دا جاي من بورسعيد فيه كلام دلوقتي ان حسام حسن اللي بيلعب متخب مصر الأولمبي وبيلعب أيضاً مع النادي المصري راح تركيا فيه كلام في عقده فيه شرط جزائي 200 ألف دولار حسام البدري عايزه كابتن حسن حمدي مش عايزه اصلا هو جاي من بورسعيد من نادي المصري طب ما سعد الدين سمير كان هناك كابتن حسن حمدي يعني ما سعد الدين سمير السوء كان معار طب ايه الفرق بالمعار وحسام حسن مجرم يعني مثلاً كان من المجرمين اللي تم القبض عليهم في قتل الـ 72 مثلاً ما يعني يا جماعة وبعد كده طب ما عايزه أقول له أنتوا لعبتوا مثلاً كمان حتى ضد محمود عبد الحكيم وشاكر وأكتر من اللعب اللي كان بيلعبه في نادي المصري اللي بيلعبه في السموحة دلوقتي فعايزينا يا جماعة يعني عين نكون فكرنا كبير ان ما للعيبة وما للكابتن محمود الخطيب ما كان قاعد من 3 يام في القتل اللي قدامنا هنا مع الأستاذ كامل أبو علي رئيس النادي المصري اللي تم اتهامه ما عرفش فيه في الأول وبتاع وعمل مبادرة انتم معاكم المبادرة ولا لأ؟ طيب اللي عمل مبادرة وكده فيه ما بينهم أصدقاء من زمان وفي نفس الوقت فيه بيزن الشغل بين الكابتن محمود الخطيب والأستاذ كامل أبو علي يعني ايه مش منقب رئيس النادي الأهل يعني فعايزين مش عايزين قدام الرأي العام كده يعني نحسين ما فيش حاجة حاجة مش منطقية عالمهم المبادرة دي عملت صادة جامد جدا هم ذيل شكرا